منذ ترنيمة دليلول نعم منذ ترنيمة أمهاتنا الجنوبيات وصولا إلى يحسين الضمايرنا نعم هذه البكائية يعني هذا الحزن المكثف في ثنايا هذين المثالين والأمثلة تترى وهي كثيرة بالمئات بالعشرات بالآلاف كيف تفسر طبيعة علاقة العراقي بالحزن أنه الحزن كامل أما هو يستدعي هذا الحزن ليعيش هذه الحالة وصول يعني هذه الترنيمات أريدك تمرلي عليها مرور سريع بالمناسبة أنت تعبد بعض الآراء بأشعار أو بكائيات مما تحفظ أستاذ أحمد هذا سؤال مهم وهو يحتاج إلى أنا عندي كتاب جذور الحزن في المجتمع العراق جميل شوف احنا اتفقنا في القسم الأول على أن العراق كان يعيش ثلاث أنواع من الصراع صراع مع نفسه وإلى الآن حينما لا يجد لا أريد أن نعيد القناة لا لا أريد حينما لا تروح لا على القضية راح أحسن بكتور بكتور عندي وقت والله استاذ أحمد تدري أنا بعد عندي ثمنة أسئلوية حضرتك مشكلة إن شاء الله سأكثف العراقي حينما يزعل في بعض الرحال على حبيبته أو يزعل على شخص آخر أو على الدولة شوف الصراعات يشقه دون أو لا يمزق هو هو تفسير لإحساس بالخذلان فلا يستطيع إلا بأبسط الأشياء طبعا اثنين هذه قضية مهمة أنا أعتقد أن الحزن في العراق عكس كل المجتمعات شلون؟ حزن إيجابي حزن إيجابي؟ منتج بدليل بدليل استاذ أحمد أنه حينما يجلس في الهور لا يجد إلا سماء تغطيه وماء وسمك فكان يهده ذجوع مو؟ يهده ذجوع بمن بغنائته ببكائته آه يعني آه آه الثنين القضية الثالثة علاقته بالحزن هي ليست علاقة اكتئاب كما هو وجود المجتمعات الأخرى يعني ونحن نقرأ التاريخ الأسطوري التاريخ الحديث المعاصر يعني فكرة الانتحار واردة عندنا يعني الآن متحدث العراق كان محب للحياة ومتحدي ولهذا واحدة من عناوين تحدي أنه كان يبني مدنه وهو حزين على فكرة ويبنيها بالسخرة خذ على سبيل المثال هذا المجتمع المتدين هو المجتمع المصري بنى كونكري تهرامات شوف هذا الملحد الحزين بنى جنائن معلقة من الملحد الحزين العراقي العراقي طبعا كنا أنا وإياكم أمهاتنا يصبر لنا تمام شي قولا ردنا العافية وبرد وتلقاع ما صحتي ومش حال القصور الله سكننا القصور حينما يشتد الحزن لا يكفر العراقي رغم أنه متعدد شي قولا أمهاتنا هل بتكسرنا خاطر الله هاي فكرة أنك في لحظة التوحد مع الحزن لا تنسى قيمة الإيمان قيمة الأخلاق وقيمة معبوداتك هذا الحزن هذا الحزن الأصيل نعم وصولا إلى الحالة التي نعيش نعم هو الآن إحنا أمه منتجة الآن ما تقول إحنا العراقي ماذا ما الذي ينتجه الحزن الذي نحزن ونلطم ونبتش لكن لا ننتج شيء هو ملاذ منتجه الحزن لا الحزن ملاذ ملاذ طبعا ملاذ ملاذ حتى أكمل علميا وصولا إلى الحالة يا حسين بضماير نعم سأستخدم أدوات موسم الحزن العاش ورائي هذا هو عبارة عن تجديد بلوعي رغم الطقوسية العالية فيه أو واحد الطقوسية العالية العالية فيه يعني طبعا يعني تخلي ببالك حينما ينظر شخص من باريس وصف دقيق من لندن لما نمارس هو وفق نظريته بدءا من كارل ماركس إلى آدم سميف هذا عبث ونور سعدي قول علي جنون دعني دعني ما أخليك دعني أقول أننا في طقوسنا في شعائرنا العظيمة رغم بدائيتها رغم حجم الاستغلال إلها في بعض العيان لكننا نجدد إنسانيتنا ليش لأننا نذهب للمضحي للمقدس نحن لا نقدس زعيما ظالما ولا نقدس طاغية هنا تعويض هنا جاي نعوض طبعا لا لا نجاي نعوض الواقع بالماضي نستدعي ما ضوية من هذا التكفيف أنا أقلت لك جملة نعوض هذا القاغل المستبد القاسد كذا بالمقدس اللي أنا عندي موجود كشخص كبير مثل الحسين مثلا سيد الحمد الذين يذهبون العشرين خمسة وعشرين مليون بينهم غير المصلي الملحد بينهم الذي يحتس الخمر بينهم الفقير بينهم الغني لكن كأننا في هذه الأربعين يوم وسأرجع لأنوري سعيد نمارس شيئا من الكلاس الكشف لذواتنا فنحن نتصالح خلال هذه الأربعين يوم أمام قيمة عليا لا نتصالح أو نصطف أو أمام ملاذ عظيم